من مدينة الأعمال في وسط لندن التي تعد الشريان المالي للاقتصاد البريطاني انطلقت التظاهرات الحاشدة تضامنا مع فلسطين المنظمون اختاروا بنكا انجلترا نقطة انطلاق للمسيرة ردا على انزعاج رجال الأعمال من التظاهرات المؤيدة لفلسطين نريد أن نقول للأطفال في غزة إنكم لستم وحدكم لقد أصبحنا عائلتكم الآن سنحاول حمايتكم ونحاكم من ارتكب الجرائم بحقكم ونعدكم أننا لن نستسلم حتى نحقق لكم السلام صغارا وكبارا ومن مختلف الأطياف السياسية حضروا إلى الساحات رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين غتافات مناددة بإسرائيل بعض المتظاهرين اختار على طريقة الخاصة التعبير عن غضبه من المجازر المرتكبة في غزة حيث رفع أحدهم لوحة جرينكا الجدارية للرسام بيكاسو التي كان قد رسمها خلال الحرب الأهلية الإسبانية رفضا للحرب وتشسيدا للسلام بيكاسو رسم هذه الجدارية بعد موجة غضب عالمية بسبب مقتل 1600 مواطن في الحرب الأهلية الإسبانية ما يحصل في غزة الآن هو أسوأ من ذلك بكثير وما أريده أن يكون الغضب العالمي بشأن غزة أكثر بعشر مرات مما حصل في الحرب الأهلية الإسبانية نطالب بالحرية والعدالة لشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة المتظاهرون رفعوا صور زعمائهم السياسيين إلى جانب نتنياهو وبايدن ووصفوهم بمجرمي الحرب كما نددوا بموقف بلادهم التي امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار وقف الحرب على غزة لم يسبق أن شهدت بريطانيا في تاريخها هذا الحجم من تأييد والتفاعل لقضية خارج حدود بلاد الضباب حيث تحولت فلسطين إلى قضية وطنية يجمع مؤيدوها على الاستمرار في النضال والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحريرها مسسر لندن الميادين